اشتركوا في القناة يبحثوا مع القادة الميدانين الخطوات المقبلة التحالف الوطني يبحثوا تطبيق الاصلاحات بآليات قانونية ودستورية والثيار الصدري يقدم مرشحي التكنقراط لشغل المناصب الوزارية رئاسة الجمهورية تنفي تاخير المصادقة على احكام الاعدام وتؤكد ان الرئيس معصومية تعرض لانتقادات اعلامية غير مباررة والجيش السوري يدخل مدينة تدمر الاثرية ويقض سيطرته بالكامل على منطقة المثلث غرب المدينة في تفصيلات هذه النشرة اهلا بكم حررت القوات المشتركة قرى قضاء مخمور شرق الموصل في اطار الصفحة الاولى لمعركة الفتح لتحرير محافظة نينوى التي انطلقت فجر اليوم بيان لقيادة العمليات المشتركة اكد ان عملية الفتحة نفذت من ثلاثة محاورة وتما خلال ساعتها الاولى تحرير عدد من القرى بينها النصر وكرمندي وكذيلة وخربردان واكد مشاركة قوات عسكرية من عمليات نينوى والقطعات الملحقة بها في العملية يعد تحرير ناحية القيارة من اهم الاهداف العسكرية التي وضعتها القيادات الامنية في هذه المرحلة بخاصة بعد تطهير اغلب مناطق محافظة صلاح الدين كونه البوابة لتحرير نينوى والقضاء على داعش عبدالله نوري عملية الفتح لتحرير نينوى انطلقت العملية من مركز التنسيق المشترك لتحرير نينوى في مخمور والذي كانت تتحشد فيه القوات من مختلف الصنوف منذ فترة طويلة استعدادا لبدء معركة التحرير بدأت العملية من ناحية القيارة التي تبعد ستين كيلو مترا عن مركز الموصل وتعد من اهم مدنها الجنوبية التي تتوسطها قرى عديدة سميت بالقيارة نسبة الى كثرة عيون القير والنفط فيها وتحتوي هذه الناحية على مصفى القيارة ومعمل كبريت المشارق وفي غربها توجد قاعدة صدام الجوية سابقا وتنتشر فيها المعالم الاثرية والحضارية المختلفة وقد اتخذ داعش الارهابي منها مقر قيادة له وسيطرة رئيسية لولاية دجلة في جنوب الموصل التي يديرها خليط من ارهابي شمال افريقيا وشرق سوريا والخليج والذين يعدون من اكثر المجرمين ولاء لهم فضلا عن تواجد الاجانب ذو الولاء المطلق تسكن في ناحية القيارة عشائر لهيب والجبور والسبعويين وطيوة جواعن وغيرها من العشائر العربية التي رفضت المظهوم الداعشي وكانت موالية للحكومة والعملية السياسية في القيارة قبل ان تسقط نينو بيد العصابات الارهابية والتي عانت الكثير من الاساءات والاضطهادات والاعدامات التي مارستها قوى الشر والاجرام بسبب عدم المبايع من قبل تلك العشائر وتعتبر ناحية القيارة اهم وابرز الاهداف في المرحلة الحالية بعد حسم معركة سنجار والصينية وبيجي وغيرها من المدن القريبة من الموصل حيث تمثل منطقة هشة بعد قطع الاوصال الداعشية يمكن تحريرها بالتعاون مع اهلها وعشائرها فهي بوابة ومفتاح عبور نحو مركز نينوى في غضون ذلك تمكنت القوة الامنية من قتل القائد العسكري لداعش لمناطق جنوب الموصل ضمن عمليات الفتح لتحرير نينوى مصدر امني اكد قتل المدعو اسعد هذال الملقب باليمني قائد الداعش العسكري لمناطق جنوب الموصل باشتباك قرب قرية النصر وبين ان القوات الامنية ما زالت تتقدم بشكل كبير في مناطق غرب مخمورة جنوب الموصل نحو تحقيق اهدافها ضمن الصفحة الاولى من عمليات الفتح الى ذلك عقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العباد اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية في مقر قيادة عمليات بغداد وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فقد جرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الميداني في نينوى ومعركة الفتح لتحرير المحافظة من الارهابيين اضافة لملفات اخرى كما بارك العبادي انطلاق عمليات تحرير نينوى وتحقيقها اول نجاح بتحرير عدة قرى بهجوم مباغة للمقاتلين الاططال على عصابات داعش الارهابية للحديث عن مجرية الأحداث في الموصل ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الشيخ ابنيان الجربة عضو مجلس محافظة رينوى سيد ابنيان بداية مرحبا بك بعد تحرير عدد من القرى غرب قضاء مخمور صف لنا المشهد الأمني على أرض الواقع هناك تفضل مرحبا بكم وأهلا وسهلا لك تحرير الله الرحمن الرحيم صباح هذا اليوم بدأت عمليات تحرير محافظة نينوى وهي استمرار لعمليات التحرير الأولى التي بدأت منذ أكثر من سنة انطلقت اليوم قيادة عمليات نينوى متزامنة مع قوات البيشمرقة المتجحفلة معها وأيضا من مقاتلية العشائر العربية الموجودة وتم تحرير أكثر من ستة قرى في مناطق مخمور والقيارة وهناك محورين رئيسيين تقريبا على أثرها تم تحرير هذه القرى وتستمر الآن القطاعات العسكرية في تحقيق أهدافها إن شاء الله وقد تقهقرت قوات تنظيم داعش الإرهابي أمام هذا همة النشامة من أبطال العراق الغيارة وإن شاء الله هذه بادرة انطلاق ساعة الصفر لتحرير محافظة نينو بالكامل بعون الله طيب كيف تقرؤون هذا الهجوم المباغت والعملية الاستباقية للقوات الأمنية العراقية على مواقع إصابات داعش الإرهابية هل تمثل ضربة موجعة للإرهابيين اليوم الحقيقة استبقت هذه العملية كان هناك ضربات جوية مكثفة من قبل قوات التحالف الدولي وأيضا كان هناك استعداد كبير من خلال زيارتنا لمقر قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات نينو كان هناك حماس كامل من قبل الجنود والقطعات العسكرية وقيادة العمليات في نينو للانقضاض على الهدف والتمكن منه وكانوا فقط ينتظرون ساعة الصفر وكانوا على اقتدار كامل بفضل الله عز وجل وهاهم أبناء العراق يثبتون قدراتهم وإمكانياتهم وولائهم لأهلهم ووطنهم طيب شيخ ابنيان يعني هسيكون مركز ناحية القيارة هي الوجهة المقبلة للقوات الأمنية وما الذي تمثله تلك المدينة بالنسبة لعصابة داعش يعني من المعروف دائما كانت التنظيمات تتواجد في هذه المناطق ومناطق الجزيرة ثم إلى عمق مدينة الموصل لكن العشائر طبعا بسبب المباغة التي حصلت في العام الماضي والكل يعلم ماذا حصل الآن العشائر طبعا هم في استعداد كامل وأهالي المنطقة للا انتفاض ومساعدة القوات العمنية أيضا ساركت بعض قيالة قوات الشرطة في التواجد في هذا الموقف وهناك إن شاء الله ثلاثة أفواج سوف تصل قريبا وسيتم مسك الأرض والمناطق المحررة من قبل القوات الأمنية بالتمام ويتم التقدم إلى الأهداف المقبلة لنتحدث في موضوع مهم أيضا شيخ ابنيان لطالما روج الأمريكان إلى أنهم سيكون لهم موطع قدم في تحرير الموصل وسيشاركون في هذه العملية هل اليوم تواجد هناك للقوات الأمريكية هل من يد لديهم في هذه العمليات أم لا تواجد هناك للقوات الأمريكية الحقيقة لم يكن تواجد للقوات البرية الأمريكية عدى الجهد الجوي الدولي لم يكن الجهد الجوي كان هناك ضربات استباقية قبل انطلاق عمليات البرية للقطاعات العسكرية وقوات في الجيش العربي نعم الشيخ ابن يان الجربع عضو مجلس محافظة نيناو متحدثا إلينا عبر الأغمار الصناعية من أربيل شكرا جزيلا لانضمامك معنا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أكد أن عمليات الفتح تتم بجهود عراقية وأن دور التحالف الدولي يقتصر على المشورة العميد يحيى باتصال هاتفي لبلادي شدد على أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي هو من يشرف بشكل مباشر على عملية الفتح لتحرير نيناو بالقرب من مخمور لا زالت قطعاتنا تتقدم تم رفع العلم العراقي على تلك القرى وإن شاء الله انتصارات متواصلة هناك إشراف كبير من قبل السيد القادة عن قوات المسلحة السيد وزير التفاع أيضا التواجد الميداني للسيد قادة القوات البرية وعلى رأس القطعات وهو يشرف على تقدم القطعات كل هذا إلى دور بعملية تحقيق النصر بشكل كبير قطعاتنا تتقدم انتصارات متزامنة هذه هي الصفحة الأولى من عملية التحرير الذي الإشراف الكبير لخيادة العمليات المشتركة من خلال التخطيط التقيق والسليم للخطط التي تم وضعها القطعات التي تشارك هي قطعات قيادة عمليات تحرير نيناو والقطعات الملحقة معها ويقتصر دور التحالف الدولي فقط نعم على تقديم الاستشارة والتدريب وكذلك الضربات الجوية بالتنسيق مع قيادة عضو مجلس محافظة نيناو عبد الرحمن الوقع كدهرب ارهابي داعش من القرى المحررة غرب قضاء مخمور ضمن عمليات الفتحة الوقع وفي تصريح سابق لبلادي بيّن أن العملية أسفرت عن تطهير 12 قرية من زمري داعش خلقت اليوم لتحرر عدد كبير من القرى التابعة إلى ناحية القيارة وقضاء مخمور بالتساوي هذه القرى منها قرية كوديلة جرمندي مهانة المصر الخطاز بفاق عدد هذه القرى أكثر من 12 قرية لحد هذه النحوة حيث أنا على اتفال مع قيادة العمليات تأرير مينوى وقرير منهم والعملية لازالت مستمرة والحقيقة لا وجود للدواعش في هذه القرى حيث تفروا قضيل امطلاق العملية وتركوا المنطقة واليوم الفرقة 11 تطيطر على هذه المنطقة وتقوم بتصغير هذه القرى وتتمركز وتتمترف في هذه الأماكن خلية الإعلام الحربي أعلنت مشاركة قوات الحجد الشعبي بعملية الفتح التي انطلقت لتحرير محافظة نينوى الخلية وفي بان لها أكدت أن قوات الأمنية ضمن قطع عمليات تحرير نينوى والقطعات الملحقة بها وقوات الحجد الشعبي شاركوا بالصفحة الأولى من عمليات الفتح لتحرير نينوى مبينة أن تلك القوات مواضية باتجاه الأهداف المخطط لها من قبل القيادات الأمنية لتطهير المناطق المختصبة أكدت وزيرة الصحة والبيئة عديل حمود أن وزارتها استنفرت جهدها لإسناد دائرة صحة نينوى وتلبية احتياجاتها من المستزمات الطبية تزامنا مع انطلاق الصفحة الأولى لعمليات تحليل نينوى حمود أشارت إلى أن التنسيقى يجري على قدم وساق لتعزيز نينوى بالأدوية وربدها بعجلات الإصعاف والعيادات الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية للعوائل النازحة والإسناد الطبي الميداني للقوات المسلحة لافتة إلى أن الوزارة ستشرع بتهيل المؤسسات الصحية في المناطق التي يتم تحريرها إلى ذلك طهرت القوات الأمنية مركز شرطة كباسة جنوب مدينة هيت بمحافظة الأنبار ورفعت العلم العراقي فوقه مصدر الأمنيون أفد بأن قوات الجيش وبالاشتراك مع شرطة محافظة الأنبار فرضوا سيطرتهم على ناحية كباسة ورفعوا العلم العراقي على مركز شرطتها وذلك بعد تطهيرها من إرهابي داعش مشيرا إلى أن العمليات الأمنية مستمرة لرفع العبوات الناسفة المزروعة في الناحية من قبل عصابات داعش دعما لجهود الأمنية لتحرير الأنبار عقد في مدينة الرمادي مؤتمر عشائري تكريسا للوحدة الوطنية وإعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة محمد الشمري مؤتمر عشائري موسع عقدته عشائر الأنبار في مدينة الرمادي وحضره جمع واسع من وجهاء وشيخ عشائر العراق كافة إذ وصل عدد الحاضرين بالمؤتمر قرابة الألف شيخ أتوا من جميع المحافظات العراقية المؤتمر الذي حمل هذا العنوان جاء لتوحيد الكلمة والموقف بين كافة أطياف الشعب العراقي ونبذ الطائفية بالإضافة إلى دعم جهود القوات الأمنية قادمين من كافة محافظات العراق من البصرة ومن صلاح الدين ومن نينوة ومن الهدهوك ومن أربيل ومن الناصرية ومن العمارة لكي نعقد مؤتمر مؤتمر المحبة والتعايف السلمي بين أبناء الطوائف العراقية وبين مكون الواحد وأن العراق جزء واحد لا يتجزى ما نشوفه فرق بين سني وشيعي بين أقب الوساط والجنوب والمناطق الغربية وإن شاء الله التقاتف هذا يحقق أن النصر النهاية على أعداء العراق حضر المؤتمر وفد من الحكومتي المحلية والمركزية وجرى وضع هذه الصورة التي فيها أشخاص من مختلف أبناء المحافظات ضحوا بحياتهم وسالت دماؤهم على أرض الأنبار وهذه الصورة تعد أيضا رمزا للوحدة الوطنية العشائر باركة الإنجازات الأمنية والعسكرية التي تحققت في مدينة الرمادي وطالبت الحكومة المركزية بالتركيز على إعادة أعمار المدن المحررة لكي تعود الأهالي النازحة إلى مناطقها تعلم العشاء العراقية عن تضامنها مع بعضها للدفاع المشترك ومقاتلة التطرف والأرهاب بكل أشكاله وأينما وجد ومساندة قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها بإكمال مسيرة التحرير على الحكومة المركزية التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة دعما لصندوق الأعمار وتعويض المتضررين والإسهام في عادة أعمار المدن المحررة المؤتمرون أكدوا أن وحدة العراق تأتي من تكاتف أبناء عشائره إذ إن جميع شركاء في الوطن والأرض من محافظة الأنبار محمد الشمري قناة بلاد الفضائية دمر طيران الجيش وحدات تكتيكية تستخدمها عصابة داعش الإرهابية بالهجوم على ناحية تازة جنوب محافظة كاركوك المتحدث باسم قوات الحجد الشعبي محور الشمال علي الحسيني أكد أن طيران الجيش نفذ أكثر من ست ضربات جوية على مواقع داعش في قصبة البشير ما أسفر عن قتل وإصابة إرهابيين وتدمير وحدات تكتيكية يستخدمها داعش بالهجوم على مركز ناحية تازة كما تمكن الطيران الحربي من قتل المدعو أبو أرشد أحد قضاة داعش الإرهابي وتدمير مركز اتصالات وثلاث مواقع تابعة للتنظيم في ناحية العباسي بقضاء الحويجة ينضم معنا ضيفا مباشرة عبر الأقبار الصناعية الدكتور أحمد الشريفي الخبير الستراتيجي أهلا بك دكتور بداية انطلاق عملية عسكرية لتحرير الموصل وأيضا تطهير عدد من القرى كيف تقرؤون هذه العملية وبهذا التوقيت أيضا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة العملية العسكرية هي مستمرة منذ فترة والذي حصل أن انطلاق العملية التي تتعلق في الجهد البري أما عمليات التي كانت تجري عبر الضربات الجوية وعبر عمليات استخدام الإسناد البري سواء كان ممثلة بالمدفعية أو بالجهد الصاروخي هي بالحقيقة عمليات تجريب لاستهداف قدرات التنظيم سواء كانت القدرات البشرية أو القدرات التسليحية والقتالية للتنظيم أي بمعنى أن هذه المعركة بالحقيقة هي جاءت تكملة للعمليات الجوية وربما خير دليل على ذلك الضربة الأخيرة التي كانت موفقة جدا التي استهدفت مخزن مهم لعتاد التنظيم في جامعة الموصل هذا بالحقيقة أدى إلى تدمير القدرات التسليحية للتنظيم فضلا عن الانهيار المعنويات ثم تلتها العملية البرية وهي ستكون عبر صفحات الصفحة الأولى في تقديرنا هي الاندفاع باتجاه قرى كانت بشكل أو بآخر تشكل تهديدا عبر استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة للقوى المتمركزة في مخمور وهو ما حصل اليوم لكن نعم دكتور أحمد كان هناك نوع من التكتم حول عملية الفتح لتحرير محافظة نينوة هذه بالحقيقة تكتيك ذكي جدا استخدم في إدارة المعركة ولا بد أن نشير إلى أنه الإدارة والقيادة والتنفيذ كلها بالحقيقة هي بأيدي وبجهود وطنية ودور التحالف الدولي لا يعد كونه جهدا ساندا بالحقيقة تحقيق عنصر المباغة كان مهم جدا كثير من الخلايا كانت غير متوقعة لهذا الهجوم وعدم توقعها للهجوم أدى إلى إقاع خسائر كبيرة ولا تحقيق نصر بوقت قصير نعم دكتور أحمد بالنسبة لمشاركة الحجد الشعبي في تحرير الموصل هل لهذه المشاركة سيكون دور بالإسراع في تحقيق النصر هناك؟ قطعا لا نستطيع أن نحقق هذا المنجز إلا بوجود الحجد الشعبي لأن الحجد الشعبي يجب أن يحسب هو قدرة قتالية ستضيف إلى القدرات التي لازالت قدرات محدودة لأننا بالحقيقة نحتاج إلى أكثر من 30 ألف مقاتل لإدارة معركة ناجحة ولتحرير شامل للموصل ونحن لازمنا بالحقيقة لنحقق هذا النصاب فإذن مسألة اشتراك الحجد الشعبي هي ضرورة وفي ذات الوقت أن الحجد الشعبي سيمسك محاور مهمة في إطار العزل والتطويق وما لم نتمكن من عزل والتطويق التنظيم لا نستطيع أن ندخله في مناطق قتل وبالتالي نعطي فصحة إلى قوات الاقتحام والاشتباك المباشر وعني بها جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ هذه المهامة إذن برأيك دكتور أحمد هل باستطاعت القوات الأمنية اليوم القتال في أكثر أو على أكثر من جبهة في آن واحد خصوصا أن هناك مناطق ما زالت تحت سيطرة عصابات داعش في صلاح الدين وأيضا في محافظة الأنبار كثير من المناطق الآن التي يجري الالتفاف عليها أو عبورها هي في حقيقة الأمر مغذياتها موجودة في الموصل أي بمعنى أن الانهيار في القدرات القتالية والمعنوية سيؤثر إيجابا لصالح قطعاتنا وسلبا لوجود هذه الخلايا وهذه الخلايا من المتوقع أنها بمجرد أن تستهدف المراكز الرئيسية ستدوب قدراتها القتالية في الأطراف والأذرع التي هي بالحقيقة في بعض الأحيان تكون غير منظورة إلا عبر جهد مشاغلة ليس إلا ففي تقديرنا أنه الالتفاف والمناورة التي حصلت كانت ذكية جدا وفي إدارة المعارك التي تتعلق بالجيوش الجوالة لا بد من تحقيق عنصر مباغته وفي بعض الأحيان التجاوز أو التخطي ليست أهداف مهمة وحيوية في إدارة المعاركة إذن شكرا لهذه الإضاحات الخبيرة الستراتيجي أحمد الشريفي كنت معنا شكرا جزيلا لك بعد تزايد أعداد المصابين جراء القصف الأجرامي لعصابة داعش الارهابية بالأسلحة الكيميائية على ناحية تازة جنوب محافظة كركوكا تم إرسال وجبة مكونة من 15 مصابا بينهم نساء وأطفال إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم خمسة عشر مصابا بينهم نساء وأطفال من جراء استنشاقهم الغازات السامة خلال قصف عصابات داعش الارهابية لناحية تازة توجهوا إلى تركيا لتلقي العلاج في مستشفياتها بعد أن تنقلوا بين مستشفيات كركوك وبغداد ولم يجدوا علاجا لهم لحد الآن لا صحي جانا ولا واحد استنكر حالتنا إحنا صارنا تقريبا خمسة عشر يوم مضروبين بمواد خردل الكيميائي لحد الآن ما عدنا علاج حد هسا كل شي ما أصوي وزير صحة ولا مار ولا حكومة مركزية مار علينا وحد هسا كل شي ما قال فالله على أرشاد صالحة هسا حولونا على توكي تعرضوا إلى الضربة الصاروخ الصاروخ الكيميائي غاز الخردل فتم فحصهم وحالتهم صعبة مما يستوجب إرسالهم إلى خارج القطر لإجراء الفحوصات وإجراء الألاج نواب تركمان كانوا في توديع المصابين طالبوا القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تحرير قصبة بشير في جنوب غربي المحافظة وقبل البدء بأي عملية عسكرية في مناطق أخرى اليوم سيغادر 15 مصاب بالسلاح الكيميائي إلى الجارة تركية الكل يعلم بأن الإصابة التي تعرض إلى أهالي ناحية التازة خرماته التركمانية جريمة إبادة جماعية ومزلس النواب اعتبرتها ناحية منكوبة لن تستقر الأوضاع في ناحية التازة بدون تحرير قصبة بشير نادينا كثيرا نتمنى من السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد حيدر العبادي إنجاز هذه الخطوة وأن لا ينتظر ويربط تحرير قضية قصبة بشير بمناطق أخرى في محافظة كاركوك بعد سبوعين من استدافع إصابات داعش الإرهابية لناحية تازة بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا بدأت الأعراض تظهر على أهالي ناحية وبحسب خبراء في البيئة بأن المدينة باتت ملوثة وعلى الأهالي إخلاءها من محافظة كاركوك هان الشيخي بلادي تشهد بغداد خلال الأيام المقبلة زيارتين للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الإيرانية الزيارتان تأتيان انعكاسا للجهود والمساع التي بدلتها الدبلوماسية العراقية لتعزيز العلاقات والتعاون مع دول العالم بغداد هكذا تبدو وجهة الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون زيارة من المؤمل أن يصل فيها كيمون السبت المقبل حاملا معه ملفات سياسية وأمنية على مستوى الأمن يسعى الأمين العام للأمم المتحدة إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة عصابات داعش الإجرامية فضلا عن بحث التدخل التركي في الأراضي العراقية أما على المستوى السياسي فقيل أن بن كيمون سيلتقي بعدد من قادة الكتل السياسية لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الرهينة مجيء بن كيمون اليوم هو قد يكون واحد من الملفات التي ناقشها مع المسؤولون هي قضية التدخل التركي قد يكون أيضا مكافحة الإرهاب الأهم أنه تزامن حضور بن كيمون مع هذه الأزمة السياسية التي تعيشها الدولة العراقية اليوم أعتقد أعتقد وجوده رح ينعكس إيجابيا في حلحلة هذه الأزمة كما ويعتزم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسر روحاني زيارة بغداد في الأسبوع المقبل زيارة روحاني ستشهد نقاشات وحوارات لملفات لها علاقة بأمن المنطقة وتفعيل التعاون المشترك بين الدولتين لمحاربة داعش حضور الرئيس الروحاني كذلك هو رئيس دولة قوية ومجاورة إلى العراق سيكون تأثيرها على الأزمة الداخلية الحالية في العراق باعتبار أنه دولة مثل إيران لها ثقلها في السياسة الإقليمية كذلك نتمنى أن تكون هذه الزيارات هي نقطة انطلاق جديدة إلى العمل السياسي العراق وتحكس هذه الزيارات المرتقبة مكانة العراق بين دول العالم كلعب أساسي في استقرار المنطقة هذا الحرك الدبلوماسي يأتي بعد جهود سياسة العراق الخارجية في تعزيز وجودها في العالم الخارجي عمر العمري قناة بلادي ما زالت أزاء موقف دكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية المدافع الفصائل المقاومة الإسلامية في أروقة الجامعة العربية تتواصل حيث تسلم مكتب تيار الإصطاح الوطني في كربلاء المقدسة وثيقة وقعها شيخ ومثقفون أشاد فيها بهذه الوقفة التاريخية والوطنية عبدالأمير الكناني ما زالت ردود الأفعال الجماهيرية في كربلاء تتوالى في موقف أشادت فيه بكلمة الدكتور الجعفري في اجتماع جامعة الدول العربية حيث وقع سادات وشيوخ ومثقفو كربلاء وثيقة حملت كلمات الثنائز وقفة الدكتور الجعفري المدافعة عن الحجد الشعبي في الحقيقة موقف السيد الجعفري في اجتماع جامعة وزراء الخارجية الجامعة العربية في مصور كان مشرفا عندما دافع عن حزب الله والحجد الشعبي المقدس الذي تشكله وفقفته وصدرت من سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسين السستاني دام ظله واليوم جئت سادات وشيوخ عشائر كربلاء ومثقفيها لتقديم الشكر والتقدير على هذا الموقف حضرنا هذا اليوم في كربلاء إلى مكتب التيابل الصلاح الوطني تقديم شكر وتقديم عرفان للموقف الوطني الذي أدىها الدكتور راهيم الجعفري في اجتماع الجامعة العربية هذا الموقف الذي عبر عن تطلعات وضمي الشعب العراقي في اللحظة العسيبة في منعطف خطير تمور به المنطقي ومور به العراق الوثيقة الكربلائية المثمنة لموقف الدكتور الجعفري في جامعة الدول العربية تسلمها الناطق باسم تيار الإصلاح الوطني أحمد البهادلي وبحضور ملاكات التيار في كربلاء والعاصمة بغداد الحمد لله استلمنا وثيقة موقعة من قبل قبائل وعشائر كربلاء الكريمة فيها شكر وتقدير إلى دولة الدكتور الجعفري على موقفه الذي أفاض به بصوت الحق الجهور إذ قال أن من يتهم حزب الله والحجد الشعبي هم الإرهابيين وإنما نحن نحمل قضية وندافع عن وطن يستقبل مكتب تيار الإصلاح الوطني في كربلاء المقدسة مجموعة من سادات وشيوخ ووجهاء كربلاء وأكاديميها لتقديم رسالة شكر وتقدير موقعة من ثل خير من أبناء هذه المدينة المقدمة إلى السيد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري حول ما صدح به في الجامعة العربية في المؤتمر الأخير ليس بغريب على أبناء كربلاء إشادتهم بالمواقف الوطنية ومنها الدفاع بكلمات الحق والقوة عن أبطال الحجر الشعبي في جامعة الدول العربية من قبل الدكتور الجعفري وثيقة وقعها سادات وشيوخ ومتقفو كربلاء حيت موقف السيد الجعفري في الجامعة العربية بدفاعه عن الحجر الشعبي الذي هزم الدواعش في جبهات القتال لقناة بلاد الفضائية عبد الأمير الكناني كربلاء المقدسة ترأس الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني وزير الخارجية اجتماعا للهيئة القيادية للتحالف الوطني بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وذلك لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية الرهنة التي تشهدها البلاد الهيئة القيادية شددت على ضرورة إدامة الحوار البناء من خلال تكثيف الاجتماعات للوصول إلى رؤية مشتركة إزاء التحديات القائمة ودعم الإصلاحات على وفق الآليات الدستورية والقانونية كما أكدت أهمية تعزيز المستلزمات الضرورية ومساندة جبهات القتال ودعم القوات الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم قائمة مرشحين تكنقراط من مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المكتب في بيان الله أشار إلى أن قائمة المرشحين التكنقراط سلمها النائب ضياء الأسدي رئيس كتلة الأحرار موقعة من قبل مكتب السيد الصدر دعيا الكتلة السياسية الأخرى إلى تقديم مرشحها خلال اليومين المقبلين وأكد أن عزم العبادي عرض قائمة بالتعديلات الوزرية على الفرلمان السبت المقبل قدم وزير النفط عادل عبد المهدي استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي مصدر مطلع أشار إلى أن عبد المهدي قدم استقالته إلى العبادي المصدر أضاف أن وزراء المجلس الأعلى علقوا حضورهم إلى جلسات مجلس الوزراء طلب مكتب تيار الإصلاح الوطني مجلس محافظة بابل بضرورة إجراء الإصلاحات بعيدا عن توزيع المناصب على وفق الحصص الحزبية والاكتفاء باختيار شخصيات مهنية وكفوءة في إدارة دوائر الدولة أحمد عيمات طالب تيار الإصلاح الوطني في بابل الحكومة المحلية باستكمال عزمة الإصلاح التي وعدت بها سابقا المطالبة شملت ضرورة تغيير عدد من المسؤولين الذين لا زالوا بمناصبهم منذ فترة طويلة والتأكيد ضرورة اختيار الشخصيات الكفوءة القادرة على تحمل المسؤولية نحن كمجلس محافظة وحكومة تنفيذية سائرين باتجاه اختيار مدراء لمؤسسات الحكومية في المحافظة تكنقرات مستقلين وهذه التجربة قد تم ممارستها من خلال اختيار شخصيات في الصحة وفي قيادة الشرطة وماضين لجميع المؤسسات الحكومية لاختيار مجموعة من المدراء الكفوئين الذي لا ينتمون الى جهات سياسية ولا كتل سياسية بل من الوسط الحلي وتركيزا ابناء مركز محافظة بابل اي دائرة اخرى له تماس خاص بتقديم الخدمة للمواطن اذا بها خلل احنا ان شاء الله مجلس سبحانه بابل عاكف على هذا التغيير وتغيير يكون حقيقي ومنسجم وبعيد عن المحاصصة اجراء اصلاحات ادارية في ادارة المحافظة على المستوى التنفيذي والتشريعي كانت من اهم الدعوات والمطالب ومحاسبة الفاسدين والمقصرين الامر الذي يتطلب الضرب يد من حديد على الكتل السياسية التي ما زالت متمسكة بمناصبها في المحافظة مدينة الحلة جزء من العراق وجزء من المنظومة الحكومية التي الآن هي تعاني وخاصة بعد الخطاب السيد العبادي الحراك الشعبية تواصل وتمدد وبالتالي على الحكومة والعراقيات الكبرى في الكتل السياسية ان تنصف العراقيين والجمهور بحلول سريعة وحلول جذرية من الممكن أن نقبلها على الأصلحات ولكن للجميع يذكر أن مجلس محافظتي بابل مكون من ثلاثين عضوا ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة وزعت عليهم المناصب الإدارية خطوات الإصلاح البطيئة أو الشبه معدومة في محافظة بابل لن تكون سهلة لأن الجميع متمسك بحصصه ومناصبه في المحافظة الأمر الذي يتطلب الخروج بصيغة مشتركة لخدمة الصالح العام لكن الأمر أيضا لن يمر مرور الكرام أحمد عماد قناة بلادي محافظة بابل كشفت رئاسة الجمهورية عدم تنفيذ مائة وسبعين حكم إعدام صادر منذ عام 2012 حتى الآن المتحدث باسم الرئاسة خالد شواني قال أن 43 حكما بالإعدام وصلت منذ تسنم سياسة الجمهورية تتعرض لهجوم إعلامية من دون مبرر بشان أحكام الإعدام وعدم المصادقة عليها ما زال موضوع تخيير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المدارين يثير شكوكا وتساؤلات كثيرة بخاصة مع الأرقام المخيفة لأعدادهم مراقبون أكدوا أن التجاذبات السياسية لها دور بتأخير تنفيذ هذه عقبات جمة تلك تنفيذ العديد من أحكام الأعدام بحق مدانين بعمليات إجرامية راح ضحيتها المئات من الأبرياء آليات التفاف على القانون ومطالبات متكررة بعادة المحاكمات حتى تصل لعشرات المرات على المتهم ذاته فيما تقبع البلاد فوق هرم البلدان التي تفتح أقفال سجونها ويخرج منها الإرهابيون بعمليات اقتحامية تنفذ من قبل داعش وغيرها من جماعات تكفيرية حضرتك نحكم بالإعدام بالتمييز صدق الحكم التمييز وين لديزر رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية صدر المرسوم مني صدر المرسوم وين لديزر رئاسة الجمهورية الملوزارة العدل للتنفيذ فالعيب والخلل الذي يحصل في وزارة العدل أنها لم تتولى التنفيذ ولا نعلم ما نجد منها إجابة خاصة والرقم الذي ذكرته رئاسة الجمهورية بأن مئة وسبعين مرسوم جمهوري صادر بتنفيذ وإلى الآن لن يلف منها واحد رئاسة الجمهورية التي اتهمت أكثر من مرة على أنها تقف عائقا أمام تصديق أحكام الإعدام تبرؤ ساحتها بطرحها لجملة من القرارات المصدقة بحق مدانين بعمليات إرهابية هنا ما أن رئاسة الجمهورية أعلنت عن ركن العشرات من هذه الأحكام على رفوف النسيان منذ 2012 إلى اليوم ربما الاتفاقات السياسية والضغوط السياسية هي تقف عائقا أمام تنفيذ حكم الإعدام بالتالي اليوم الحكومة العراقية يجب أن تتخذ خطوات حقيقية من أجل تنفيذ أحكام الإعدام لأن اليوم هؤلاء يقبعون في السجون الحكومة العراقية ربما قد تهدر عليهم الكثير من الأموال من خلال الأكل والشرب وغيرها للحالات المطاطية في العملية السياسية اشتراك مخفي في تنفيذ القصاص أو تأخره حالات المد والجزر يتحكم بدرجاتها عن طريق بعض الأوراق الرابحة منها هؤلاء المدانون بالإرهاب والمحسوبون على جهات سياسية تقدم التنازلات عند أولى خطوات ترخية الحبال وفتح الأبواب المغلقة أمام أولئك الذين كانوا في الأمس قضية رأي عام بسبب جرائمهم عشرات الأحكام بالأعدام لم تنفذ منذ سنين لأسباب عدة منها رفض تصديقها من قبل رئاسة للجمهورية في الدورة الماضية وتباطئ وزارة العدل في الدورة الحالية ملفات تفوح منها رائحة الاتفاقات السياسية غيب العدل واسترخصت الأرواح من أجل منفعة منيت على اتفاق دبر بليلة صباح حكيم قناة بلادي بغداد النشرة مستمرة وتتابعنا فيها لغروفا وكيري وكيدام من موسكو تمسك بالحل السياسي للأزمة السورية والدعم جهود إيقاف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة ومجلس الأمن يرحب بإعلان إيقاف إطلاق نار مرتقب في اليمن وصالح يشيد بدعم نصر الله لليمنيين في قتال السعوبية وأمريكا لكم تحية مجددا سادتي يا لكارم نفتح الملفات العربية والدولية إذ دخلت قوات الجيش السوري مدينة تدمر الآثارية من المدخل الغربي بعد سيطرتها على نقاط استراتيجية محيطة بالمدينة بينها القصر القطري وجبل الطار واستنهيار في صفوف إرهابي داعش مدينة تدمر والقرى التابعة لها أصبحت في مرمى القوات السورية إثر دخول الأخيرة إلى المدينة التاريخية التي كان داعش الإرهابي يسيطر عليها أما اليوم فهي في قبضة الحكومة وخرقت جيش دفاعات داعش وسط قصف مدفعي وغارات مكثفة للطيران الحربي الروسي والسوري وأحكم سيطرته على فندق دي ديمان ودوار الزراعة من جهة طريق دمشق واقتحمت القوات السورية أطراف الحي الغربي للمدينة بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش ويستمر الجيش بالتقدم تجاه القلعة الأثرية من عدة محاور وسط تراجع كبير لعناصر داعش وحقق الجيش تقدما كبيرا بريف حمص الشرقي محكما سيطرته على المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية كما سيطر على جبل الطار غرب المدينة وقام بإزالة التي زرعتها الجماعات الإرهابية هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن استعادة تدمر ستفتح الطريقة إلى الرقة ودير الزور وصولا إلى حدود العراق وتكمن أهمية السيطرة على تدمر في إن الأخيرة مليئة بآبار النفط وحرمان التنظيم من استخدام موارده في تمويل عملياته الإرهابية أقامت الفصائل الفلسطينية وممثلها الفعاليات الشعبية مهرجانا حاشدا في دمشق تضامنا مع حزب الله والمقاومة في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي يحملها وبدعم وتأييد من دول إقليمية سامر زرقا تتوالى الفعاليات التضامنية مع حزب الله المقاومة في دمشق ولأن المقاومة هي درع فلسطين ودرع الأمة وجدت الفصائل الفلسطينية نفسها على رأس المعنيين بالقرار الجائر بحق حزب الله فكانت صرختها هي الأعلى والتف حولها الشباب العربي ممثلا باتحاد الطلب العرب الذي اعتبر أن القرار لا يمثل الشعب العربي وإنما بعض الأنظمة العربية التي تؤكد يوما بعد آخر حجمة آمرها على قضايا شعوبها حزب الله حزب مقاوم يداعم بشكل أساسي للمقاومة الفلسطينية ويعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة والبوصلة بالنسبة له تحرير فلسطين ولذلك فنحن بحلف استراتيجي مع حزب الله ونقف على أرضية واحدة في مقاومة المشروع الصهيوني في المنطقة حزب الله الذي أذاق العدو كأس المراتي وما زال حزب عربي مقاوم هدفه فلسطين قبل لبنان والقدس وبالتالي هو أضاف نوعية للمقاومة الوطنية الفلسطينية لثرتنا الفلسطين المعاصرة ومن هنا يأتي التكالب على هذا الحزب والمقاومة هو التكالب على فلسطين وهو التكالب على كل المقاومين سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق المشاركون في المهرجان التضامني مع حزب الله سواء من الفصائل الفلسطينية أو الطلب العرب وممثلي الفعاليات الشعبية ودول محور المقاومة أكدوا أن دور المقاومة وخصوصا في مكافحة الإرهاب لم تعد فائدته مقتصرة على شعوب المنطقة فمع الإرهاب الذي بدأ يضرب أوروبا بات من الواجب تقديم كل الدعم لقوى المقاومة التي تدفع الأثمان الباهزة في حربها ضد الإرهاب الدول الأوروبية والشعوب الأوروبية يعرفون الفرق بين المقاومة والإرهاب أنا أعتقد بأن الشعوب المنطقة مواقفهم مختلف مع الحكومات الشعوب العربية مواقفهم مختلف مع الحكومات العربية شعوب المنطقة يدعمون المقاومين ويقفون إلى جانب المقاومة الصامدة التي أفشلت المؤامرات السهيونية نحن في الاتحاد طلاب العرب ضمن منظماتنا الطلابية والشابية المنتشرة في الوطن العربي ضمن نسيج هذا النسيج العربي وفعلا هناك قسم كبير تأثر بما يسمى الربيع العربي في بداية الأحداث منذ خمس سنوات لكن الآن وبعد هذه الصحبة واليقضى وكشف كل الأوراق وكشف كل التآمر والتخاذ العربي أصبحت الأمور مكشوفة للجميع فأصبح خيار المقاومة هو الحل الوحيد ولا بديل عن خيار المقاومة من أجل تحرير العرض وعوت الإنسان المقاومة التي تنهل من معين الدعم الشعبي هي الباقية برأي المجتمعين هنا أما الأنظمة الرجعية وقراراتها فإلى زوال حقيقة تعرفها الشعوب العربية وتنكرها بعض الأنظمة محاولة إطالة عمرها باستهداف قوى المقاومة ترى الفصائل الفلسطينية أنها أول المستهدفين باستهداف حزب الله فاستهداف المقاومة هو أكبر خدمة تقدمها بعض الأنظمة العربية مجانا لإسرائيل سامر زرقا بلاد الفضائية دمشق والآن مشاهدين انضم معنا عبر سكايب من سوريا مراسلنا هناك سامر زرقا أهلا بك سامر بداية انضعنا في صورة آخر التطورات العسكرية في معركة تحرير مدينة تدمر الأثرية السورية تفضل نعم اليوم يطوى صفحة سوداء من تاريخ الأحداث في سوريا والحرب الإرهابية التي تم خوضها من قبل العصابات الإرهابية وقصة داعش وجبط مصر ومسلاتها على سوريا بانتظار أن يطوى صفحات الكتاب الأسود كله اليوم القوات السورية دخلت إلى مدينة تدمر إلى الأحياء الغربية منها ودخلت حررت منطقة مسلس تدمر بالإضافة إلى أنها تتقدم الآن باتجاه قلعة تدمر وبعد سيطرتها على جبل أطار يعني في حال السيطرة على قلعة تدمر فمدينة تدمر قد أصبحت الآن مكشوفة أمام القوات السورية مسألة السيطرة وتحرير تدمر هي أصبحت مسألة ساعات وإذا أطلنا المدة نقول أيام قليلة تكون تدمر قد عادت إلى حضن سوريا اليوم تدمر أصبحت محاصرة أو مطوقة من قبل قوات الجيش السوري حتى داعش التي تحاول الآن عناصر داعش الذين يحاولون الفرار هم يعني يقعون تحت ضربات الجيش السوري إذن سامر نفهم من حديثك أنه بإمكان الجيش السوري أن يفرز سيطرته بشكل كامل على هذه المدينة خلال الساعات المقبلة؟ يعني من المتوقع أن يكون هناك إنجاز كبير في مدينة تدمر وأن تعلن محررة خلال ساعات اليوم ما يعرفت أن الجيش السوري هي الغام المسروعة في كل مكان على طوح وبين الأبنية وفي كل مكان في تدمر نحن نعلم أن مدينة تدمر قد أصبح لها محتلة من قبل داعش منذ شهر إيار عام 2015 أي أن داعش قد حصن المدينة بشكل كبير ولكن رغم هذه التحصينات رغم العرقيل التي تطع في وجه الجيش السوري إلا أن القوات السورية مع الحلفاء مع الضيران الروسي والسوري يعني هم مصممون وإنجازوا إنجازات كبيرة يعني تتخطى المتوقع في تحرير المدينة إذا حررت مدينة تدمر فهذا أن هناك ثقة كبيرة قد انزاحة عن كاهل السوريين جميعا طيب سامر وأنت الأقرب إلى القدث حسب معلوماتك هل سيشرع الجيش ربما بعمليات عسكرية متواصلة للوصول إلى مدينة الرقة وتطهيرها من الإرهابيين نعم كما أذكر لك أن في حال حرر الجيش مدينة تدمر وتتمل تحريرها والآن هو مصطحة في داخل المدينة والمعارك الآن يعني ستصبح باعش مهنهلة يعني أن الجيش الآن هو في طريقه منطقة ديرزورب منطقة الرقع المعاقل الأساسية لداعش في المنطقة الخطوط الأمامية هي تدمر إذا انهارت فيعني أن الانتهارات سوف تكون بالتتالي لكافة المناطق الأخرى ونحن نرى أن حتى في منطقة قريتين في حمص هناك داعش ينهار بشكل سريع يصبح خطوط الأمداد بعد سيطرة الجيش السوري على خطوط الأمداد الواصلة طيب اتضح بالصورة كنت معنا عبر سكايب مراسلنا من سوريا سامر زلقى شكرا جزيلا لك كشفت مصادر في الحكومة السورية والمعارضة فحوى وثيقة ديمستورا بشأن الحل السياسي للأزمة وانتشرت هذه البنود كمسودة وثيقة ديمستورا التي سيتم التفاوض بشهنها حتى اللحظة الأخيرة وتضم نقاط نهمها إصلاح مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب مهما كان مصدره وإعادة بناء الجيش السوري مع إدراج المجموعات المسلحة فيه وفي فحوى ورقة المبادئ التأكيد على سيادة ووحدة سوريا ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية وإعادة اللاجئين إلى ديارهم هذا وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا مع مناسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في ديريكا موغيريني بجينيف قال ديمستورا أن مكافحة عصابات داعش والنصر من الأولويات المهمة مشيرا لضرورة أن يسبق ذلك إيجاد حل سياسي للأزمة السورية حتى يتم التفرغ لمواجهة الإرهاب الإرهاب وأعني بذلك داعش والنصر هو أولوية لكن أولوية الأولويات هي الانتصار على الإرهاب يجب البحث عن حل سياسي في سوريا لذا الكرة تعود إلى أولئك الذين يشتكون من الإرهاب ونقول لهم ماذا لو قمتم جميعا بمساعدتنا لحل الأزمة السورية السياسيا وسترون فجأة أننا سنكون قادرين على التركيز على داعش وبذلك نساعد سوريا وأوروبا معا مسؤولة وسياسة الخارجية في أوروبا فدريكا موغرينيا كدى ضرورة برد الجهود لإنجاح مفاوضات السلام السورية شيرة إلى أن الحل السياسي في سوريا سيضمن الأمن والاستقرار للمنطقة وأوروبا أريد أن أركز على أهمية الالتزام بالمسار السياسي والانخراط فيه من دون تباطئ أو تأخير ومن دون مراوغات مع رغبة حقيقية بالتوصل إلى حل المسألة برمتها الآن بين يدي استفن إلا أنني أشعر بالحاجة للاستجابة لدعواته والانضمام إلى مطلبه التركيز على ضرورة استمرار المفاوضات ونجاحها وهو أمر مهم ليس للسوريين فقط بل لأمن المنطقة ككل ولأمن أوروبا والمجتمع الدولي برمته ونعمل برؤية الخطوات الجدية إلى الأمام خلال الأسابيع المقبلة مباحثات بناء أجراها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في روسيا حول المفاوضات السورية والانتقال السياسي بالإضافة لعدد من القضايا الدولية الأخرى ليؤكد الجانبان ضرورة بدل مزيد من الجهود من أجل تخفيض مستوى العنف وإيصال مساعدات إنسانية محمد عماد الانسحاب الروسي المفاجئ من سوريا أعطى لأمريكا إشارات عديدة توحي بجدية موسكو بإيجاد أي حل دبلوماسي للأزمة السورية وواشنطن تستجب بسرعة عن طنيق كيري الذي صرح مباشرة بنية ذهابه لموسكو لمناقشة جميع التطورات وبالفعل يتم اللقاء بين كيري ولافيروف اليوم في موسكو فالأول أكد بأن تغلب الخلافات بين الجميع يجب أن يكون للتوصل للحلول في القضية السورية وأن الهدن أثبتت قدرة نجاح المباحثات إن القوى العظمى مثل روسيا وأمريكا يمكنها التعاون بصرف النظر عن الخلافات بينهما في جملة من المسائل ونأمل أن نتوصل إلى حلول في القضية السورية إن وقف إطلاق النار في سوريا فتح الباب أمام إيصال المساعدات الإنسانية كما أثبت أن الهدن تسير بشكل جيد بعد أن شكك العديد بنجاحها ونأمل أن تتوصل جميع القوى إلى حلول في جينيف لافيروب بدوره أكد بأن موسكو تسعى إلى تكثيف الدور الدبلوماسي مع جميع أطراف الأزمة السورية والتوصل إلى حلوله من خلال استغلال مباحثات جينيف كما أوضح بأن موسكو تسعى إلى تسوية العديد من النقاط العالقة مع واشنطن من خلال الحوارات المستمرة مثل ما استفقنا اليوم سنولي للتسوية السورية الجزء الرئيس من اهتمامنا وكذلك سنفحة الأوضاع المتأزمة هناك ونأمل أن هذه المباحثات تعطي رؤية إيجابية تستغل في مباحثات جينيف لا سيما وأن موسكو أكدت أنها مع أي حل دبلوماسي يخلص الشعب السوري من بطش الإرهاب كما سنناقش تطوير العلاقات مع واشنطن وتعزيزها بالحوار المستمر من خلال اللقاءات ويتضمن جدول أعمال كيري لقاء مع فلاديمير بوتين لمناقشة سبل إنهاء القتال في سوريا وسحب الجيش الروسي بصورة تامة من هناك ويذكر أن المتحدث باسم الكريمليين بيسكوف أكد بأن اللقاء سيكون بتواجد لافيروف لوضع الرئيس الروسي في صورة العديد من المسائل في مقدمتها التطورات السورية والأوكرانية ويرى مراقبون بأن التقارب الأمريكي الروسي في هذه الآونة سيعزز من نجاح مباحثات جنيف إلاسية ما هو أن واشنطن أصبح الترابع بأن أعطاء موسكو دور مهم أمر لا بد منه وأن التعويل على السعودية بحل هذه الأزمة لن يأتي بشيء جديد وخصوصا أن أوباما أكد بأن مصدر الخطر والإرهاب يأتي من قبل تركيا والسعودية من داخل قصر المؤتمرات في الخارجية الروسية محمد عماد قناة بلادي رئيس فرقة العمل الإنساني الدولي في سوريا جان إيغلاند أكد أن بعثة المساعدة الدولية حصلت على موافقة الحكومة السورية لإصال مساعدة إلى محتاجها في المناطق المحاصرة بريف دمشق أوصلنا المساعدات إلى أكثر من 380 ألف شخص منذ بداية العام في العديد من المناطق المحاصرة وسنوصل المساعدات إلى أضعاف ذلك في الأسابيع المقبلة تمكننا من بلوغ 8 أو 9 من المناطق الأحد عشر التي ذكرناها في خطتنا الشهرية لشهر أبريل لدينا الضوء الأخضر من الحكومة السورية للوصول إلى مناطق جديدة لم ندخل إليها من قبل في ريف دمشق لكن ما يقلقنا أننا لن نستطيع الوصول إلى دومة ودارية بعد ونحن قلقون على هاتين المدينتين حيث أن هناك ألاف المدنيين ووضعهم صعب جدا استشهد جندي وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة الناسفة في وادي الرعيان قرب الحدود السورية شرق لبنان مصدر أمي قال أن عبوة الناسفة انفجرت لدى مرور دورية للجيش في وادي الرعيان قرب الحدود السورية شرق البلاد ما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين بشروح رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إيقاف الأعمال العدائية وبدأ محادثات السلام في الكويت يوم الثامن عشر من الشهر المقبل وفي بيان الله دع المجلس الأطراف السياسية إلى الحد من العنف والامتناعي عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر من أجل تمهيد الطريق للانخراط في محادثات سياسية بطريقة مرية وبناء وعلى أفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن دون أي شروط مسبقة وجه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تحية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على وقوفه إلى جانب اليمن ضد العدوان السعودي الأمريكي مرحبا في الوقت نفسه بانفتاح إيران على اليمن وتقديمها كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب شكرا لحزب الله شكرا لحسن نصر الله الذي يقف معنا ضد العدوان شكرا لهؤلاء الرزال الأوفياء نحن ليس بيننا وبين النظام السعودي أي خلاف مذهبي فأقول للأشكاء في المملكة العربية السعودية لا ترهنوا على جواد خاسر الشعب اليمني ليس عدوكم تضل بتهم مع إيران إيران تتهمها بالتحالف معنا لا وجود لأي تحالف وكنا نرحب لو أن إيران فتحت علينا التحالف لا تحالفنا معها ضد العدوان تنصعد وطيرة المعارك في اليمن بين الجيش ومرتزقة العدوان السعودي لتسجل انتصارات ساحقة للجيش واللجان الشعبية في أغلب محاور العمليات وسط استمرار غارات العدوان ضد المدنيين نتيجة الضربات المجعلة التي يتلقاها في مواقعها العسكرية بالبلاد تبقى اليمن صامدة بعزم وإرادة في مواجهة العدوان السعودي حيث يسطر الجيش واللجان الشعبية أروع الانتصارات ضد العدوان وقد سيطروا على تلة الخزان والتلال الاستراتيجية المجاورة لها في جبهة الطباب بتاعز جنوب غرب البلاد والتي شكلت نقطة تحول في سير المعارك أجبرت ميليشيات العدوان على التراجع تطهير هذا التباب وهذه المناطق من مرتزقة العدوان ومن الدواعش ونحن بعدهم ونحن نلاحظهم إلى عقر دورهم ولا نكل ولا نمل أدعي الناس للحروق للدفاع عن أراضيهم والصمود أمام الغزو السعودي إلى ذلك وجهت قوات الجيش واللجان رسائل إلى قوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته مع مرور عام على العدوان أكدت فيها الحفاظ على جهزيتها وقدرتها في خوض المعارك والصمود والثبات لمنع أي تقدم لميليشيات العدوان في محافظة مارب وفي تطور أخر استشهد وأصيب عشرات اليمنين إثرى استهداف طائرات العدوان العاصمة صنعاء وأسفر الاستهداف أيضا عن تضرر عدد من المنازل والمدارس كما استشهد ثلاثة مواطنين وجرح آخرون إثر غارات لطائرات العدوان على حي سكني شرق مديرية عبال في الحديد غرب البلاد وفي صعدة استهدفت طائرات العدوان السعودي المنطقة الشمالية حيث تركزت غاراتها على الطرقات العامة والجسور ويواصل العدوان تدميره البنى التحتية ويعاقة حركة الشاحنات والمواطنين استشهد فلسطينيان برصاص جيش الكيان الإسرائيلي بزعم محاولتهما طعن جندي بسكين في الضفة الغربية مصدر أمني ذكر أن الهجوم وقع قرب نقطة تفتيش عند مدخل حي تلرمادة في مدينة الخليل هذا أغلق جيش الكيان الضفة الغربية حتى السبت بسبب مخاوف أمنية معززة مع حلول عيد المساخر اليهودي الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال بكلمة الله خلال زيارته الأرجنتين إن أعلنت زولة يهودية تضم الفلسطينيين أن يكون أمرا ديمقراطية مشددا على إعطاء الفلسطينية دورهم في تقرير مصيرهم بدولتهم الخاصة إذا نظرتم إلى التركيب السكاني للمنطقة في الدفاة الغربية وقطاع غزة وسكان عرب إسرائيل فإنها تنمو بمعدل أسرع من عدد السكان اليهود إذا لم تجد وسيلة لحل الصراع سيكون عليكم الاختيار بين أمرين الخيار الأول هو دولة يهودية غير ديمقراطية لأنها لو كانت كذلك سيشكل الشعب اليهود أقلية صغيرة والخيار الثاني هو الحفاظ على الديمقراطية في ظل غياب دولة ذات أغلبية يهودية والطريقة الوحيدة لتجنب هذا الخيار في حال اختيار الدولة اليهودية والديمقراطية في آن هي أعطاء الفلسطينيين والعرب الذين يعيشون في هذا المجتمع دولتهم الخاصة كي يتمكنوا من تقرير مصيرهم وأمال أن يحدث ذلك وحتى لو انتهت ولاية الرئاسية سأستمر في مساعي لتعزيز هذا الحوار السلمي الأزمة الليبية على الطاولة التونسية وبحضور شملت شاد والنيجر والجزائر بهدف دعم العملية السياسية والأمنية في البلاد الاجتماع يأتي وسط دعوات لترك الخلافات الليبية والنهوض بالواقع الصعب الذي تعيشه الدولة مساعي عربية متواصلة تهدف لإنقاذ العملية السياسية والأمنية في ليبيا العاصمة التونسية احتضنت اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا بدورته الثامنة وأضم كل من تونس وليبيا والشاد والنيجر والجزائر الاجتماع شدد على أهمية تكاتف الجهود لدعم العمليتين السياسية والأمنية في ليبيا والعمل على إنجاح حكومة الوفاق المقبلة في البلاد بعد سلسلة اضطرابات تشهدها في الوقت الراهن تونس اشارت الى همية الاسراع في عمل حكومة الوفاق لتتجنب ليبيا التدخل العسكري الاجنبي حاثة رئيس حكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراجة على الاطلاع بمسؤولياته بخصوص مكافحة الارهاب وتأمين وتوفير الخدمات الاساسية للشعب الليبي ولعل هذا ما يؤكد الحاجة الملحة الى التعجيل بتأمين مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فائز السراج لمهامه في ترابلس والافتلاع بمسؤولياته بخصوص مكافحة الارهاب وتأمين توفير الخدمات الاساسية للشعب الليبي من جانبه دعى سراج كل الليبيين الى تناسي الخلافات ووضع المواطن فوق كل اعتبار هذه الازمات هي التي تدعون اليوم الى التحرك والعمل سريعا على تصدي لهذه التحديات ولن ننجح في ذلك بدون بناء شراكة قوية ومتينة معكم وندعو بهذه المناسبة كل الليبيين الذين لم يلتحقوا بنا ان يتناسي الخلافات ويضع المواطن ومصلحة المواطن ويضع الواطن ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وتبقى التساؤلات قائمة هل من استقرار لبلدنا يعد في الفترة الاخيرة ارضا خصبة لتنامي الارهاب ومنطلقا للعمليات الارهابية صوب القارة العجوز حتى فترة قريبة كان سوق الصفرين في بغداد مكانا اكثر جذبا للسياح العربي والاجانب اضافة الى كونه محط اهتمامي واقبال العراقيين من هوات فن التراث وعشاق التحف والمقتنايات الفنية الى انه بات مهددا بالانقراض نتيجة الاهمال الحكومي حسين احمد اكثر من مئتي محل لتصنيع النحاسيات لم يبقى منها سوى عشرة محلات انه سوق الصفرين في العاصمة بغداد حيث يمتزج عبق الاصالة بمشهد هذه الكنوز الايلة للانقراض مع صانعها التفرد والخصوصية المكانية لهذا السوق يلفضان انفاسهم الاخيرة بعد ان غادر الحرافيون هذه المهنة التي تعتش على الميسورين وحركة السواح ابداعات هذه الفطرة الفنية زحمتها محل بيع القماش ومنتجات الماكينة الحديثة الخلية من اللون والرائحة الفنية شغلنا بالاساس يعتمد على السائح فبالتالي عندما تكون الاوضاع الامنية غير مستقرة هنا راح ينخفض عدد السواح أو يتلاشى ماكو كثير من النقاشين ذهبوا الى سوريا كثير من النقاشين راحوا او من الصفرين راحوا الى الكويت اشتغلوا الى السعودية اشتغلوا الجهات المسؤولة في البلاد لازالت مغرمة بالشعارات فحملة الاعمار الفاشلة التي شهدها السوق شوهت ملامحه التراثية الاخطاء في عمل السقف الذي لا يقي اشعة الشمس وعدم وجود مسارة لتصريف مياه الامطار عكست الضعف المعمارية للجهة المنفذة التحدي الاكبر هجرة اغلب الحرفيين لبلدان شتى ما يرفع القلق من افراغ البلاد من صناعها التراثيين تعميري في الشيء بسيط مجرد الارضية تبدلت الارضية تبدلت ورغم ان المحل المتبقية لازالت عمرة بصنعتها لكنك قليل ما ترى وهج النار وذوبان النحاس فهذا المحل يبدو كأنه كهف مهجور ولا وجود لتلك الزنود والمطارق التي لا تتوقف عن الحركة الدؤوبة في سابق الايام ها قد شاخ سوق الصفارين وشاخت ملامحه وكأنه يسير نحو النهاية بقدم واحدة سوق الصفارين غابت نكهته التراثية وخفض جيجو مطارقة وها هو قضاع في زحمة الاحداث علّه يلقى منقذا او مسعفا ينتشله من هذا الضياع من داخل السوق الصفارين في العاصمة بغداد حسين احمد قناة بلادي اذا المشاهدين من عالم السياسة ننتقل وإياكم لعالم الرياضة مع الكابتن محمد اهلا محمد مساء الخير زهراء ومساء الخير على طابة وقاتكم بكل خير مشاهدين واهلا بكم